الحمد لله والسلام على سؤال الله نحن اليوم في صرايبو في أمام مسجد غازي خسرف بيك واللي بني في بداية القرن السادس عشر الميلادي 1530-35 الوالي صرايبو في هذا الوقت نحن نبدأ نقوم بمسجد غازي خسرف بيك موسك الذي كان ينزل في المنزل في المنزل 1530-35 و36 من المنزل في ذلك الوقت في ذلك الوقت كانت تتحرك بشكل مرحب لذلك واحدة من المعنى الذي يفعله هو أن تتحرك سرايبو البوسنة في الوقت كان بتنمو نموه اقتصادي قوي جداً وكان دور غازي خسرف بيك أنه يبني البنية التحتية لصرايبو حول المسجد وحول كل المكاكن اللي احنا شايفينها دي كلها فهذا هو المسجد اللي بنية من أكتر من خمس قرون دلوقتي يعني في بداية القرن السبتاشر وبناه غازي خسرف بيك رحمة الله عليه لكي يكون مركز ملكز الدعوة والإعلام والثقافة في سرايبو وهذا كانت المسجد التي كانت تتحرك من غازي خسرف بيك لتصبح مركز الدعوة والمركز الدعوة والمركز الدعوة والمركز الدعوة وهذا هو المكان المدفون فيها غازي خسرف بيك رحمة الله عليه وده المكان اللي هو المقبرة اللي مدفون فيها غازي خسرف بيك رحمة الله عليه وده مكان زوجة غازي خسرف بيك اللي مولودة مدفونة فيه يبا المسجد بنية في أوائل القرن منتصف القرن السبتاشر والنفس الغازي هل غازي خسرف بيك هل غازي خسرف بيك كما قلت قبل 1530 وهذا كانت المسجد من المسجد ولكن هل غازي خسرف بيك فقط تتحرك المسجد؟ لا بالتأكيد يجب أن تتحرك مدفون فينا عندما تذهب هذه المدرسة الإسلامية المدرسة الإسلامية اللي بناها غازي خسرف بيك في 1537 في مدرسة الإسلامية كانت تتحرك بهذه المدرسة من غازي خسرف بيك في 1537 أولا ثم تتحرك المسجد ثم تتحرك المدرسة ثم تتحرك المدرسة ترى المدرسة كانت تتحرك المدرسة وكانت تتحرك المدرسة وكانت تتحرك المدرسة لم يتوقف غازي خسرف بيك فقط عن بناء المسجد وبناء المدرسة لكنه بنى السوق لأنه كان يعتقد اعتقاد جازم أن السوق هو أساس الاقتصاد وبتاع البوسنة في هذا الوقت وكانت تتحرك المدرسة لأنه يعتقد في ذلك الوقت أن المدرسة التي يمكن أن ترى الآن هنا يصبح مدرسة 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 من المدرسة لسوق وهذه هي المبيعات الجميلة المصناعات اليدوية وغيرها الموجودة في السوق وهذه هي المصناعات المستقبلات وهذه الاغرنة وحصلة مدرسة في السوق في صلاة عندما ترى نهايت إلى صعدت الشارع هذا هو عقب هذا هو الذي يحتاج الوصول من المنظر يوجد إلى صعدت هذا يوجد هذا عقب عندما نظر لنهاية الشارع وعينا كل المنظر من أن المنظر أن كل المنظر ودي رسالة اللي احنا عايزين نتكلم عليها. قيمة الوقف لاسا فقط في بناء المجتمعات لاسا وقت في محاربة الفقر او محاربة المجاعة او محاربة الجهالة لكن في بناء الدول وبناء الحضار. بالاستشارة الآن كليزية. لنحدث بنات We避ع سنة التكلمات ونعوية المجتمعات ونعوية الدولة ونعوية الدولة. وكل كل هذه المزارة القيامة الوحيدة كذلك وقف 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 ونحن شايفين كل المتاجر للعلمين وعلى الشمال هي تعتبر أوقاف خاصة أو أوقاف تبعة للحكم وهنا في نوعين من الأوقاف في وقف خاص باسم الأفراد وباسم العائلات وفي وقف حكومي بيعتر تدير المشيخ الإسلامية أو تدير الحكومة نفسها وفي بوزنيا هناك أيضاً أوقاف مفاق وقف خاصة بيعترد وقف خاصة بيعترد أو وقف خاصة بيعترد بيعترد الإسلامي وقف خاصة بيعترد هل تعرف ما هو المتاجر؟ في واحد من هذا المنزل لا 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 الناس المنزل الآن نحن نريد نحن نريد أن نفكس لذلك هنا الناس تتركوا أوقاف كثيرة وإلى الآن البصنويين يتركوا الأوقاف للأهالي أنهم يدروها نفسها في وفي الفضلة إلى مئات السين كما نرى وحتى الآن 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 الناس بوزنيان هنا في سرايفو يتركوا الوقف لأنهم يقوموا بإمكانهم 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 ويقوموا بإمكانهم بإمكانهم أيضا وده هو قيمة الوقف الذي نتكلم عنه الذي نحن في كثير جدا من الدول الأخرى بتحارب الوقف أو بتؤمن الوقف أو بتقتل فكرة الوقف إلى أنها أيضا بتقتل فكرة إتقامة مجتمع مدني قوي نتكلم عنه وعليك يلاقي يبني أي مجتمع وعليك في بعض الأمور نحن نشعر المجتمع لا يستطيع وقف الوقف أو الحيث أو حيث أجل أن وقف هو أساس استقرار المجتمعات وهو مؤسسة لابد أن تكون مستقلة مؤسسة لابد أن تكون مستقلة وتكون هذه المؤسسة قادرة على إدارة تدعطي المواطن قيمة في إدارة ما يريد أن يتركه للفقراء والمساكين والمجتمع لكيوبنا وقف يجب أن يكون مؤسسة قادرة على إدارة ما يتركه للفقراء من الناس الذين يتركوا الوقف للفقراء على المجتمع إذا أردتها أو إذا أردتها إلى المجتمع لفقراءة ما يمكنهم أن يكون هذا يجب أن يكون هناك أساساً مثل هنا في سرايبو وفي بوزنيا هناك أساساً كما يكون مقابلين أو مقابلين بطبيعة معظم أو مقابلين هذا هو السفر نحو سنا اليوم في أوروبا وفي أمريكا كل الشرحين أمضى كل المؤسسات آخرون إلى مقابلين كل الأمبال يتركوا في تستقبل هاته وفي تستقبل هاته وفي أوروبا وفي أمريكا الحكومات بتترك المواصلات الوقفية تكون خاصة تدار بالأفراد هناك ولا تستطيع الحكومات تدخل فيها وهما بتدير كل أمورها الجامعات عندها أوقاف الكنيس عندها أوقاف كل المؤسسات الكبرى عندها أوقاف يمكننا دربتها مواصل أكثر من مرة أن جامعة هارفورد الأوقاف بتاعتها حوالي 34 أو 40 مليار دولار جامعة أكسفورد 6 أو 7 مليار جنيس في الويني وجامعة كيمبريج كذلك إلى آخره كل هذه الجامعات استطاعت أن تقف تكون قويلة عندها وقف قوير في أوروبا ومامريكا كما تتحدث نفس الأمر كل الأسAtletة لديها وقف ويطور أستطيع أن تغيير الوقف ويطور الأمريكا ويطور الأمريكا حتى الويني يمكنني أن تقومون الوقف على الأنوان في أوروبا ومامريكا ويجعلون للشرائم من هذا الطبيب لأن تقومون هذا الوقف ونجعلهم بشهر ومنحهم لديهم يديهم أمريكا وفي الغرب زي ما احنا فاهمين المؤسسات الوقفية خاصة الافراد بيعملوها الشركات بتعملها والحكومات بتتركهم هناك يعملوها لانهم مقادرين على انهم يعطوهم هذه القيمة اللي كانستيعوا بناء المجتمعات وبناء الوطن نفسه اما في بولاد اخرى فانت لا تستطيع ان تكون عندك مؤسسة وقفية ويكون اللي هو عندك قليل جدا جزاكم الله خير من صرايفو May Allah bless you from صرايفو And if you are going to build a society You have to build it on a very solid ground Called work انا ربنا ان احنا نبني نبني مجتمع قوي نقوي فعالية الوقف مؤسسة الوقف في داقة هذا المجتمع لان هي اللي تستطيع ان تقوي وتبني المجتمعات من اسفل لاعلى فالوقف اصبح فريدا مجتمعية الوقف 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 اصبح فريدا مجتمعية وقف اصبح فريدا مجتمعية وقف اصبح فريدا مجتمعية وقف اصبح فريدا مجتمعية شكرا